تسهدف الحكومة ترسيخ مبادئ الحيادة التنفسي في مختلف الأسواق الانتاجية والمعاملات التجارية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات وتهدف جهود تعزيز المنافسة العادلة إلى خلق بيئة تجارية عادلة ومتوازنة تحفز المشاركين في السوق على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة تسعى الدولة جاهدة إلى ترسيخ مبادئ الحيادة التنفسي في مختلف الأسواق الانتاجية والمعاملات التجارية إيمانا منها بالعوائد الضخمة التي ستعود على الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار يشمل برنامج الحكومة الطموح برنامجا فرعيا يتمحور بشكل أساسي حول تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الانتاجية بما يسهم في خلق بيئة أعمال متوازنة وتهدف جهود تعزيز المنافسة العادلة إلى خلق بيئة تجارية عادلة ومتوازنة تحفز المشاركين في السوق على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة بما يسهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وتحسين جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلكين من ضمن المستهدفات في برنامج الحكومة هو ضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق مع استهداف قطاعات محددة تعاني من ممارسات تحد من المنافسة وذلك وفقاً للدراسات القطاعية وتعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات فضلاً عن تعزيز عمل جهاز حماية المنافسة وتمكنه من أداء عمله كفرض الغرامات اللازمة من خلال تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة فالحكومة من خلال برنامجها تواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي سبيل تحقيق ذلك تتبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتوصل إلى 38% في عام لذلك فإن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي يعد من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها